السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 28 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 9.27 دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.4 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر اليوم بما أنه موجود في برج الثور نصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراع عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في زاوية وحيدة عنا وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية راح تكون الساعة 2.51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، وتفاحة آدم أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، الليزر أو بالطرق التقليدية لإبطاء عملية الإنبات ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر، بما أنه استقر في برج الثور خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين، بيبدأ الساعة الثمانية وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش، وبيستمر حتى تمام الساعة التسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر، انحسار المربع، عمره ثلاثة وعشرين يوم، الساعة تسعة واثنعشر دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش، بنبدأ باليوم الاربع وعشرين، نسبة الإضاءة واحد واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية، سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن، ساعة المساء سعيد بنسبة أربع ستين في المية القمر في الثور حتى يوم تسع وعشرين سبعة، سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية، ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية، ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة في المية، أما في ساعة المساء المتأخرة منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في العذرة حتى يوم 5-8 بعدين ببدأ بعملية التراجع منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا وحاول انك ما تضيع الفرص واضف طاقتك وتركيزك بشكل جيد لوضح حد للتساهلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بانفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع احد منافستكم اطوي صفحة الماضي ممكن ترتفع المعنويات مجددا اكثر من الماضي لكن بتعتبر هاي الفترة نشطة وواعدة فيها حضوض عالية وتعتبر فترة جيدة لو لانتحاسة القمر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يوم بيطلب منه منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لانه القمر استقر في بيت متاعبكم انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بفضل العمل بشكل روتيني طبعا واليوم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالك مكانها مش شوي ممكن تخيب امالك بسبب او لاخر لا توقع على عقد لا تحسم امر لانها فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لعضور حفلة او مناسبة او تسعد من لقاء بعض المعارف وممكن تحصد تأييد لا بأس فيه اهم شنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ورح تفرح بانتصار مهني او اجتماعي او تتلقى خبر كنت بتنتظره برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبيحمل لك هذا اليوم نوع من انواع الضغط على عدة اصعدة وممكن تكون الاجواء متوترة فحاول انك تحافظ على سمعتك حاول انك ما تجازف ما تغامر في نوع من انواع المواجهة او الارتباط المهم فهذا الشيء بيسبب لك نوع من انواع التوتر وبدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيصلكم خبر من بعيد او من خارج البلاد او من جهة اجنبية كنتوا بتنتظروا جواب معين وبتنجحوا بالسفر او الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم تطمعين خواطرك هاي الفترة وممكن ترغض بخوض تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال جديد ويعتبر من اجمل ايام الشعه الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد فما تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول انك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونفرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فبدك تحاذر من تأزيم اي خلاف وحاول ان يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل لانه عندك قدرة على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاكم وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن اليوم تلحقق الاتصالات وتكثر المسئوليات العائلية والمهانية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل الامر بتعلق ببنك او ضريبة او تأمين وحاول انك ما تشكي بنفسك بعضكم ممكن يكون عنده انشغالات صحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا اليوم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني اهمش انه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انتو اليوم على موعد مع مصالحة او لقاء ودي وتجنبوا الانتقادات وسعوا لتلطيف الاجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول انك تخصص وقت من وقتك عشان الاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئوليات كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بجوز الفشل وايضا في بعض المصاريف المنزلية اللي تتعلق باعطال او مناسبات او حدث برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ويكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جهر بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم شي انك ما تسكت اسمع صوتك اتكلم حاور ناقش عند القدرة على الاقناع عالية وحاول انك تنظم جدول اعمالك تفادي للإهمال او التقصير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظم chase اشتركوا في القناة